السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم تاريخ 12 أغريل 2020 فيما يخص الجديد نهاية الجديدة على كل حال الناس لا يتسأل على التأشيرة والفيزا والقرعة الأمريكية والهجرة فنقول لهم بك بأنه مكتب الهجرة مكتب الهجرة إلينوي ومكتب الهجرة شيكاكو ومكتب الهجرة كينتاكي وكذلك مكتب الهجرة داراس هذه معلومات مئة بالمئة ولكن كما قلت وقلنا في الفيديوهات الأولى أنه الشغره بطيط وهذا راجع إلى هذا الفيروس وكذلك إصابت بعض الموظفين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في كل مجالات والقطاعات بهذا الوباء وكذلك خروج اضطراري لبعض الموظفين إلى عقل السنوية أو عقل مراضية ومنع المقابلات يعني مكاش انترفيو خلاص وغلق كل السفارات والقنصريات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية عبر العالم فلهذا يعني كل يعني تعطلت وبعض الموظفين كذلك يشتغلون من منازلهم يعني عن طريق الانترنت والبعض الآخر يشتغل فيها ما زال يزاول عمله وشغله أو وظيفته في المكتب في الأوفيس ولكن يعني تجد موظف واحد لأنه يطلب منهم social distancing يعني المسافة الآمنة في هذه الآوينة هنا مثلا في في السافانا ولاية جورجيا فبما أن بعض الناس ما زالهم يعني يتجولون هناك أخطاء من طرف يعني بعض السكان أو بعض يعني حتى مسؤولين تاع هذه الولاية فالشرطة هنا ماذا تعمل حاليا وجدت حل فهي تعمل بالعنطل بدرون فإذا وجدت مثلا ثلاث أشخاص أو أربعة يمشون يعني كأنهم سرب يعني ولا يحترمون المسافة الآمنة وهي ستة أقدام حوالي متر واحد أو متر ونصف فهنا يرسلون ودرون هذا فيه يعني سبيكر يعني مايكروفون ويتحدث معهم يقول لهم يعني لازم عليكم تحترموا المسافة الآمنة وإلا سنبعث لكم الشرطة لأن هذا أمر ضروري وأمر يعني واجب على كل واحد أن يطبقه مهما كان صفته أو مهما كان رزبته وكذلك مثلا في ولاية كارولين الجنوبية السوث كارولين فأي واحد يعني خارج الولاية يدخل إلى الولاياء واجب عليه أن يتصل بالسلطات وممكن يذهب إلى الحجر الصحي يعني يذهب إلى المستشفي يعني يذهب إلى المستشفي عدد الإصابات فلهذا ولاية كارولين الجنوبية ليس فيها عدد إصابات كثيرة وعدد للوفاية قليلة كذلك فيما يخص الناس التي تنتظر المقيمين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والذين هم بانتظار يعني الشيكات يعني المساهمة التي وقعت عليها الحكومة الأمريكية أو الفيدرالية الأمريكية بمساهمة الرئيس الأمريكي ترامب في يوم أمس يوم 11 أوريل 2020 بدأوا يرسلوا الحكومة الأمريكية بدأت ترسل الشيكات والأموال تدفع الأموال في البنوك فالآن دور البنوك وهذه معلومة مئة في المئة يعني مئة في المئة معلومة صحيحة يوم أمس الحكومة بدأت ترسل الأموال والشيكات للبنوك فالآن دور البنوك وبما أن البنوك لا يشتغلون فيها كثير من المضاصين فشغلهم هو كما نقول نحن سلو يعني ثقيل كثير فلهذا ممكن رح يأخذ وقت ممكن يعني هذا ما يوجد يعني اليوم في هذا الموضوع إن شاء الله اتلاقوا في فيديو آخر الله يجعل خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله